وقعت الكولية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع محافظة الدقاهلية لتطوير منظومة الحوكمة العمرانية والمخطط الاستراتيجي والتفصيلية التنموي لمدينة أجا ودراسة تطوير صناعة الطوب من التربة المثبتة باستخدام تقنيات الحديثة وأكد المتحدث العسكري أن البروتوكول يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون العلمي والتكنولوجي مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وأكد ألواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكولية الفنية العسكرية هرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود التنمية بشتى ربوع الوطن مشيرا إلى أن البروتوكول يعد بكورة تعاون مع محافظة الدقاهلية للمساهمة في تطوير عدد من المدن والقرى بالمحافظة